ودائما كتير من أحبائنا المسلمين بيسألوا هل خلق المسيح من عدم وهل أمات أيضا هو عاوزين طبعا يقولوا في العهد القديم في الطورة الله يحيي ويميت فهل المسيح يميت أيضا يعني طب إذا شفنا المسيح يخلق طب إذا هو الله فهل هو يميت عاوز أقول أحبائي بكل محبة بمحبة المسيح عجيب هاي القساوة عجيب عن جد الإصرار على إنكار لهوت المسيح رغم كل الإعلانات الجميلة والكثيرة التي لا حصر لها في الكتاب المقدس فلماذا هذا العناد وكأن هذا ليس كفاية فلازم يعني يشكلوا سؤال بحسب طريقتهم الخاصة فيحاولوا مثلا أن يبحثوا عن أمور يظنون أنها تعجزيا عاوز يعجز طب هو الله كان يميت هل المسيح يميت هل لو خلق المسيح من عدم وأحيا سؤالي هل ستؤمن بالمسيح هل لو قال يسوع المسيح أنا هو الله أعبدوني هل حقيقة ستؤمن بيسوع المسيح فالإيمان لا يتعلق بهذا الجواب لأنه حتى يعني لما تكلم عن قصة الغنوة لعازر قال له ابعت واحد يخبر وتؤل له بعدين ولو قام واحد من الأموات لم يؤمن المسيح قام ورفضوه المسيح قام حي أمام العيون يعني بدون أدنى شك أقام ألي عازر أمام عيون اليهود أرادوا أن يتخلصوا منه فالسؤال هل يميت مثل العهد القديم أحبائي في العهد الجديد المسيح يحيي ودائما نقول أننا نعيش في عصر النعمة هل المسيح يميت المسيح أمات حقا كائن حي في إنجيل متى بيتكلم عن شجرة تين كان عليها أوراق جميلة ولكنها ما فيها ثمر قال لا يكن منك ثمر بعد إلى الأبد في خلال ليلة يبست من جذورها أمام التلاميذ هل إلو القدرة على أن يميت طبعا شيء آخر في عند بحير الطبرية اللاجئون شخص كان عليه شياطين ألاف الشياطين طلبوا إذن من يسوع أنه يخرج الشياطين ودخلوا الخنازير طلبوا إذن من مين من يسوع ليه نحن نعلم أنك أنت ابن الله القدوس أتيت لتهلكنا قبل فواث الأوان الشياطين عم تشهد ليس لأن المسيح يحتاج إلى شهادة الشياطين على الطول عمل حركة كل الشياطين دخلت الخنازير والخنازير انتحرت في البحيرة ألفين خنزير هل عنده القدرة أن يميت هذه ليست رسالة يسوع المسيح بالحقيقة أنه مكتوب عن التلاميذ أنهم كانوا شهود للقيامة لا درجة أن البلد كلها احتزت وكانت تؤمن بالمسيح وصار يبيعوا كل الممتلكات في أعمال إصحاح خمسة واحدوا مرتوا حنانية وسفيرة كذبوا على روح الله وجربوا روح الله وقتلوا أمام التلاميذ وهذا طبعا وقع خوف على الكنيس هل يقدر أن يميت ولكن هذه ليست رسالة المسيح أحبائي إنه قادر لكن في يوم من الأيام عندما يرجع المسيح يقول يسوع هاتوهم قدامي واذبحوهم في يوم من الأيام كما هو مكتوب أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر